الملخص فيه الملخص في ان احنا دايما عندنا في نادي الزمالك عندنا مشكلة نظرية المؤامرة ان لو انت جامد اوي في مكان تمام فانت هتوصل بك الحال ان انت هتعرف تسيطر على الناس كلها فهتعمل مؤامرة على حد تاني فان احنا عندنا كده دي مشكلة وانحنا لازم نعترف بها يعني انا اقول لحضرتك مثال بسيط اول ما جيت مصر حصل خوف منك الناس بتلم حواليه هو من عند ربنا انا مالي اول ما جيت اقول لحضرتك على المثال البسيط اول ما جيت المثال اللي موجود بيقولون ان الاهلي فوق الجميع انا ما كنتش مسدق اوي في دوت لحد ما قعدت الفترة الكبيرة اللي قعدتها في مصر وصدقت واتبسطت بدا جدا والله العظيم ان هما بيفضلوا مصلحة الناد الاهلي على مصالحهم الشخصية غير نحنا احنا دايما كل واحد بيفكر في مصلحته الاوي كلام ده ممكن ما يجرحش ناس في الزمالك وانت بتقوله خاصة انك انت بتعقد مقارنة بين الاهلي والزمالك في نفس الجملة ما هما الناس عارفين كده لكن هما بيتخبوا بيتحكوا عن نفسهم انا ما بيعرفش اتحكي على حد ولا بتحكي على نفسي انا بقول الموضوع الحقيقي انا بقوله استراحة